غموض يلف واقع البلاد وتحدي صعب ينتظر الحكومة الشرعية نتيجة انهيار الوضع الاقتصادي بعد أربع سنوات من الحرب انهيار العملة الوطنية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وامتناع عن صرف رواتب الموظفين عوامل سهمت في تفاقم معاناة المواطنين انهيار بدأ بنهب الميليشيا للاحتياطي النقدي من البنك المركزي لتمويل حربها على اليمنيين الأمر الذي أدى إلى عز في استيراد المواد الأساسية حيث تراجع حجم استيراد المواد الغذائية بنسبة 22% وارتفعت بمقدار 60% وفق تقارير اقتصادية وهو الأمر الذي سهم في دخول ملايين اليمنيين دائرة المجاعة وخلال أربع سنوات واجهت العملة الوطنية أسوأ هبوط لها في تاريخها حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى أكثر من 600 ريال تعويم العملة الوطنية من قبل ميليشيا الحوثي وترك تحديد سعرها خاضعا للعرض والطلب فرصة للسوق السوداء بالتلعب بسعر العملة ومنع استقرارها ما أدى إلى تسارع انهارها ناقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن شكل انقساما ألقى بظلاله أيضا على الوضع الاقتصادي في البلاد بعد أن امتنعت الميليشيا عن توريد أي مبالغ لفرع البنك المركزي بعدن وهو ما أعاق تنفيذ عمليات البنك المالية محاولات الشرعية للحد من تدهر العملة الوطنية عبر تشكيل لجنة اقتصادية هي الأخرى لم تحد من تدهر العملة لعدم قدرتها على إيجاد حلول لضبط الإرادات وتوفير العملة الصعبة وعلى الرغم من إعلان السعودية عن تقديم وديعة مالية تقدر بنحو ملياري دولار صرف منها قرابة 352 مليون دولار وفق تقارير البنك المركزي إلا أنها لم تحد من تدهر الوضع الاقتصادي وانهار العملة ومع كل هذا الغموض الذي يكتنف الاقتصاد الوطني زادت مخاوف المواطن اليمني الذي اكتوى بنار الأسعار التي زادت بمعدل الضعف الأمر الذي دفع كثير من الناس للهجرة والبحث عن فرص أخرى خارج البلاد وأمام هذا كله يرى مراقبون أن العملة الوطنية مرشحة لانهيار أكبر في ظل تجاهل الحكومة الشرعية لما يحدث وعزو في دول التحالف عن القيام بواجبها لمنع التدهور الأمر الذي يهدد بإدخال البلاد في أزمة قد لا تجد طريقها للحل قريبا في وقت يتساءل فيه المواطن اليمني البسيط عن جدوى وجود الحكومة الشرعية والتحالف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر